حكاية التانية وأرجو أن حضراتكم يعني تسمعوها ببعض العقل يعني بدون عواطف وأنا الحكاية دي أنا عارف أنا حتشتم فيها حتشتم فيها يعني أنا عارف أنه مش هعدي منها بس يعني الأمر فيه ساعات بيبقى فيه حاجة محتاجة تقولها والأرزاق على الله يعني الموضوع يتقل وخلاص نهاردة 24 يناير وبكرة 25 يناير تسع سنين على ثورة يناير المجيدة أنا بقول اسمها زي ما هو موجود في الدستور الدكتور زياد بها الدين كتب مقالة في جريدة المصر اليوم وكان متقلم أنه مفيش مصالحة بين المصريين وبين ثورة يناير يعني هو بكتبها كده بلغة عربية يعني ثورة يناير مش لد على المصريين أتكلم عايزين نتكلم بصراحة ولا أقول لكم الكلام بتاع المتاع مش لده بقى لا كم سنة كده مش لده يعني ليلة ثورة ولا فيه مسلسل ولا فيه أغنية وتعرفين المصريين يحبوا الكلام ده يعني ليلة الثورة احتفال بثورة ولا حاجة كل الخلاف اللي كان عند المصريين في ثورة 25 يناير اليومين الجايين دول أو اللي فاتوا هي أجازة ولا لا يعني حيدونا الحد بدل السبت ولا لا وطبعا كان فيه حالة استياء شديد إنه هما ما خدوش الحد بدل السبت هو ده كل الموضوع اللي كان المصريين مهتمين به في موضوع ثورة يناير